أستاذ حامد إيه مشكلتك الحالية؟ مشكلتي إن أنا مش عارف أربي ابني مش موجود في حياته تماماً أنا منفصل تقريباً من أكتر من عشر سنين ابني عنده 11 سنة دلوقتي مش عايز أقول الحرك يعني تعبت من الرؤية وشهور ما بيجيش أصلاً ومش موجود إيه اللي عايز تغيره يعني؟ في القانون يعني في القانون أغير ترتيب خفض سن الحضانة إلغاء التخير ترتيب الأب بعد الأم عايز تغير سن الحضانة تعمله قد إيه؟ يبقى تسعة سنين لو سن الطفولة 18 سنة يبقى تسعة وتسعة هنا الطفل حيتربى تربية سوية وده اللي السياد الرئيس عايزه وده المطلوب ألغي التخير التخير ده جريمة جريمة ما بين أن أوقف طفل يتخير ما بين أب وأم ترتيب الأب في أرامل الأمهات توفت محرومين من ولدهم فأصبح الطفل النهاردة يتيم أب وأم إيه مشكلتك في رؤية ابنك؟ حيث ما بنفس الرؤية يعني أنا بروح الرؤية حريك آخر مرة آخر مرة في خلال العشر سنين سنتين متتالين بروح تسعين مرة ما بشوفش ابني فين الرؤية؟ في نادي شباب وعايز أقول له حريك يعني في أباك كتير بترفض الموضوع ده يعني ما زال له وطبعا الطفل حس إن هو في إقتار معين مش قادر يتحرك مع بابا لا قادر بابا يجيب له حاجة ولا قادر يعمل له أي حاجة هل ما فيش كان تفاهم بعد الطلاق إنه سيبي الولد مثلاً يجيل اللي يبات عندي العلاقة بينكو يعني حريك أنا فجأت بحاجة من المحكمة إعلام من المحكمة إن هي تبدأ ترفع قواضي أنا رحت في عندما وخلصت وكتبت عقد اتفاق وديتها جميع حقوقها بتدفع النفقة؟ بتدفع تلوث المبارس؟ تمام بيتخصم مني من مرتبي مش مأثر مع ابني مش عارف أشوف ابني وأباك كتير كده يعني حريك متخيلة إن ابني ممكن يجيلي بعد كده؟ إيه إحساسك إنك مش عارف تشوف ابنك؟ آخر طبعاً مأهور على ابني كم سنة دلوقتي يا ابنك؟ ابني عشر سنين ونص أو حداشر سنة من إيه إمتى ما شفتوش؟ بقى لي تقريباً سنتين سنتين ما شفتوش؟ دي مرة واحدة فاندي دي مرة واحدة عنده ستة شهور ابني متاخده هو عنده ستة شهور حضرتك متخيلة إن أب بيحارب عشان يشوف لا لا ده شيء فضيع ده شيء مريع جداً الحقيقة وشيء يعني لا يمكن قبوله